رجعنيكم في بيكول، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، تسعة وستاشين دقيقة مزنا معكم نحنا نوانسوا فيكم حتى للحديش متعليل تحية كبيرة للناس لكل يقعد ينسوا فينا، الفريقان سمتعنا ولا على الغاديوميد تونيزي بوان كوم كل عادة كيما كل نهارتين يحضر بحثينا الأستاذ عيميد غالاري مختص في علم النفسي ريلي والتطبيقي أستاذ مرحبا أهلا وسهلا، مرحبا بكم شاحوي الكلابس الحمد لله مرحبا بكم معنا أستاذ نحكيه على موضوع اليوم أكيد هو موضوع متاع اكتواليتي ومالغز ما ظهر هذية مشى وتنتشر أكثر في مجتمعنا التونسي نحكيه على الإقمار الإلكتروني خاصة اليوم بش نحكيه نحن على الكبار لكن نحب ونركزه أكثر على الصغار اللي فريما معناها انفلوينسي بالظهر هذية أستاذ صحيح، هي بركة فيك على الموضوع قبل كل شيء على الجيل مهم جدا وتفشى ياسر في المجتمع التونسي موضوع ما تحكيش فيه ومهوش قاعد يتحكي فيه وقتلي هو موضوع خطير خطير جدا والخطورة بتاعه ما تكمنش في حد القمار أكهو يكمن في أنه يمخر المجتمع التونسي على الجيل كما نقوله طفل اليوم هو رجل الغد معناها إذا كان طفل اليوم أدمنى أدمنى نقول فعل أدمنى على القمار راهو المجتمع سيدمر مع الأسف عجل ما يمسوش مجرد لعب أكهو هي مجموعة من التمثولات الذهنية على جميع المستوات على مستوى الدراسي على مستوى النفسي على مستوى الاقتصادي على مستوى اجتماعي على مستوى التربوي على مستوى العائلي هذوم المواضيع هذوم الكل هذي الكلو بش يتمس والكلو بش يتدمر خلينا نحن بديو نحكيو في موضوعنا بشوية بشوية أستاذ دوك أكيد معناها الطفل هوني بش نحكيو عليه يدمن القمار الإلكتروني يعني أكيد فما أسبيب هوني تيقف أوراء الشي هذي أهم الأسبيب اللي ممكن نحكيو عليها ما فماش مراقبة الأبوية أو الوالدين ما فماش مراقبة الزغار قاعدين يتبعوا في بعضهم والزغارهم قاعدين يتبعوا في الكبار إذا كان قولوا ما فماش مراقبة والدين وساسعات الوالدين ذات يكونوا مثل أعلى هنا مثل أعلى سلبي دكار معناها الولي تلقاه هو بيد ويقمر هو مدمن على النوع من أنواع من القمار خلينا نقولهم سواء إلكترونية ولا غير إلكترونية لكن بالأساس خلينا اليوم نحكيه بالأساس إلكترونية إذا كان البو ما هو شي راقب ولا الأم ما هو شي راقب ويكونوا هما مثل وهما يعمل في الحاجة هذيك وولدهم ولا بنتهم كيف يرعبوا اللعب هذا ما يلقاه الشراد عليهم وما دونك صغار بشيتما يدعو دونك هذا سبب الأول سبب أول سبب ثاني كونكسون اللي تعطات لصغار بلاشي حتى كنترول دونك السمارتفون وولا كونكسون اللي موجودة براتيكما في البرتابل الكل ما فما حتى كنترول برانطار نقول وعلى عاطقي وعلى مسئوليتي نقولها عجل قاعد نشوف في كل يوم في مآسي ومصائب نقول مآسي ومصائب من نجمو كنترول كلمة ما أخطر نجمو نقولها موش على مستوى القمارك هو على مستوى أخلاقي على مستوى جنسي على مستوى على جنيع معناها مالغوزمون اليوم فما في قام الأولية تعطي البرتابل والتابلت لما جوغيتين يعني حتى الطبقات المتوسطة منيش حكيو على الطبقات العليا حتى الطبقات المتوسطة تسمح الروحة أني تعطي موشي انكمفور راهو البرتابل البرتابل اليوم والكنكسون هذية ما نعرش أنا معناها براتيكما في جنغاليزية على جميع شراء الاجتماعية أو للأطفال دونك انتي ولدك حاشت ومنعش بش تطمن عليه صحيح تخدم ربيعين كل شيء انتي وأمه وين مشي وين جاء وين جاء ومشيش يقادر وحشي للداء أوكي ما تعطيش سمارتفون وما تعطيش كونكسون بلانتون فمعمر معين بالشي تعطي يا عمر معين ايه انكر الانسان الطفل الأولي فمارقابة والمراهق ولا شيء بيزم يكون عنده قدرة على التمييز بين الغاثية وثمية انتي كاتيتو برتاب شنو سبقتلو على المستواء التربوي شنو سبقتلو قتلو شمعنا هلاش معنا يحرم اشمعنا هذي تصير هذه ما تصيرش هذي تشوفها هذي ما تشوفهاش هذي تعمل كيفا هذه ما تعملش كيفا هذي تتعمل هذه ما تعملش هذي يضر بيك هذي ما تضرش بيك هذه هذي كل مهوش قاعد يسير رو الله من راحي ما ربك اربع من عرش amben ما نقول لك ما يفوتوش خمسة في المياه اللي قاعدين يقدموا في توصيات لولادهم. والأغلبية لأ. وذلك علاش قاعدة تصير مصائب في مستوى الابتدائي في مستوى الاعدادي في مستوى الثانوي. قاعدة تصير مصائب كبيرة راهي في المجتمع يوم ما ملي عمر عمين وثلاثة سنين يبدوا يلعبوا بالبخطاء بالتجاه بش يقول لك خليه يسكت شوية من ايه ولا ايه. وهي تبدأ بجوء. تبدأ بلعبة لعبة عادية من بعد تتطور من بعد صغار يوريوا بعضهم يوليوا يشريوا في اللي تيكي يوليوا يقمروا يوليوا مع بعضهم يربحوا في حاجات تصبلهم فلوس ما نعرش كيفاش تقنط الحكاية هذه وتحلوا حوان التنقول ولا ما تاجه ولا ما نعرش يسميهم هذوكم شكون يلطي فيهم في التأشيرات. ما نيش ما نعرفش أنا نطرح سؤالاتك هوا ما يميش يشكون مي أسك اللي هو عطاهم تأشيرة يعرف مدا خطورة الوضع ووضع ومعناها وجعل لهم قانون وقال لما جعل لهمش القانون الشكون اللي يخولوا له انكا او قن يخولوا له بشارع بالقمار هذايا قداش لعمر شنية الشروط معناها يجيش نقول لهم حاجات ما يزمش لي مينار يشوفا والكورنطور موان دوز اكسيترا اكسيترا طوي كما فماش لا رقيب ولا حسيب على الحاجات هذية كل أي يمشي يشري ويشارك ويلعب ويربح ويخسر ويخسر دونك من الاسباب الاخرى اللي نجمه نحكيه عليها استاذ يعني نجم هوني الولي كميم يبدأ قايم بالدور متاعه معنا هوني الانفلوانس متاع الاصحاب زي دا والإطارة كان هو قايم دوره راهو دوره متاعه ما يكفيش يزم المراقبة ويزم يتبع يتبعو ديما نقول كيف يروحوا أغلبية الأولياء ما يشوفوا أوليادهم كام في الليل براتيك ما كي تروح في الليل ما تشدش بورتابلك والتالفزاء ولا تتذكر بيت على روحك وشد أوردينتور ولا البورتابلك بتاعك وكهوري عندك دور مراقبة دور عناية اش عملتو كيفش عديت جيمة نقول اش عملتو كيفش عديتو نهاركو تتعاشى معهم تراقبهم تشوفوا قرائتهم تشوفوا كاتبهم تشوفوا بورتابلويتهم شو ما اللي عملوهم شو ما عملو شو ما عملوش وخاصة خاصة خاصة إذية تدهور مستواهم ونتائجهم دراسية على جال نقولوا صغير نزيدوا نقدموا شوية في العمر المراقين ولا حتى الكهور إذا كان قلنا قلنا إدمان راهو الصغير أو المراهق وحتى الكهل راهو معات ينجم يتخلى عليه على الجال إذا كان اربح مرة مش تحصل له كالنشوة متاع يقعد ديما يلعب ولا مش يربح ويفرح بكل الفلوس هذيك مش يقعد ديما يلعب وكيف يخسر يتغشش والغشرة ذاك متاعه مش يطلال ولا درينا ني ومش يحس روح وتقهر دوك يلزمو بش يربح يمشي على بش يربح وهذا قاعد يصير سواء الكهول أو المراهقين أو حتى الأطفال نوك يزنو بش يربح وما قد ما يخسر يحب يربح وما قد ما يخسر يحب يربح حتى يدخل في دوام مثل الإدمان اللي معاتش نجم يخرج منها وهنا مآسي كبيرة نجم نحكيهم كان نحكيه شوية على أعراض الإدمان هذي يا أستاذ معناها فما أوليي بتايد خلي صغار هم قاعدين يعيشوا في الحاجة هذي لكن هم ما همش فيقين بيهم تقا شو ما الأعراض كي ما حكيتنا توا أنت مثلا تدهور نتائج في الدراسة غيروا فماشي دي سين نجمو نعطيوهم تدهور نتائج في الدراسة صغير معاتش نجميو قد بلا شي كونكسيون معاتش معاتش يهتم بالدراسة متاعو الكونكسيون هذي كتوليلو أولوية بالنسبة لي هو لأولادهم ما همش قاعدين يحسبوا في قداش يعطيو الأم تخدم البو يخدم الصغير يدلل من هنا ومن هنا ما نيش نحكي عالعائلات اللي مش يسمعني يقول لا يخي الناس كل عندهم الفلوس باش يعطيو لأولادهم فما الناس يعطيو لأولادهم أكثر ما لي يلزم تقا الأم تعطيو البو يعطيو كل واحد منشيرتو اي شقد يحدوا المصروف متاع أولادهم قداش ويقيمو قداش اذا كانوا عندو كل شي في الدار ما فماش عليش انتي باش تعطيه كل يوم عشرة لاف فما الناس تعطي أكثر من عشرة لاف اليوم دونك هذي مش خولوا باش عمل كونكسيون باش يقمر دونك النوم في الليل زيدة يمكن حتى معادش نجم يرقد بالكداء معادش نجم يركز معادش نجم يرقد معادش نجم يأكل النتائج الدراسية تدهور اذا كانت قص لكونكسيون الليلة من الليالي وكسسوا عندو ولا في الدار تنجم من أكد لكانت تصير عركة في الدار انتي قلتنا أستاذ قبيلة شوية اللي معناها هو من الأول يجرب صغير من بعد يربح من بعد يولي يحب يجيدي يجرب أكثر وماذا به يربح معناه يحب ديما يوصل لكنا شوية هذي كامتاع الربح يعني بالوقت هوني ما هو صغير ما كبر ما اكتملت الشخصية متاع وكل شو أضرار ذي على شخصيته كيفش يولي الانسان ذي هذي كان اكتملت شخصيته وإذا كان شخصيته أصلا ما تدمرت شو ما تمسج على الجيل احنا هنا قاعدين ما ناش نحكيه على القيم ما ناش نحكيه على الأخلاق رانا مجتمع تونسي رانا مجتمع عربي إسلامي رانا القيم بتاعنا اللي تحمينا وهنا خاصة القيمة الدينية والأخلاقية اللي نعرف أنه القمار حرام نحب ولا منحبوش راهوا قيمة مهمة ياسر كي يقولوا حرام فما وازع ديني هنا اللي بشيقف كي ما يقول انتي قارت انتي عندك فلوس ولا ما عندكش تحب تربح ولا تحب ولا ما تربح دي جا وقتل تحط القيمة ذيك في ذهنك الحاجة دي كان من تقرب هيا الجملة فما ناس من عرشنا تويك وتدهو القدرة الشيرائية عند الانسان وفما برش الناس خسرت العمال متاحها ولا المشاريع متاحها يحبو يلوجو الكسب الكسب السهل الكسب السهل يقولك هاو الناس ربحتو هاو الناس هاو الناس دوك شيدخل في الدوام هذيك فما شكون باع كرهابتو فما شكون باع دارو فما شكون ما يشريش معناها المستلزمات الضرورية لأولادو ويمشي قمر في بالو أنو كي مشي عملها ككرة ومشي يربح وكي ما قلنا إذا كانت خل في بطاقة الأدمان معاش ينجم يخرج منها فاسي الماء كيفش يولي معناها الانسان معناها أكيد الشخصية غير متويزنة ينجم يخل في القمار أمراض نفسيا بعد في المستقبل هو في حال ذاته مرض نفسي هو في حال ذاته كي ما يقوله أدمان هو مرض شو معناها نحن بدينا بالقيمة الأخلاقية اللي ما فماشها رادعة بالقمار والإنسان اللي اللي لم الفلوس بالساهل يخسرها بالساهل بعد بشي وليه في في مخدرات ومبعض بشي وليه في شرب ومبعض بشي وليه ما نهي الكل كله كله تابع بعضه فالبني كي نقوله القيمة أحنا أحنا يعلمش ربي ولادنا ربي ولادنا أنهم يجب يكون سلوكو سوي أخلاقو سوية يقرأ يتعلم معناه يحاول بيش يكمل شخصيته أو يثبت شخصيته عن طريق العلم عن طريق العمل عن طريق قيم ثابتة اللي هي قيم بالأساس هي قيمنا قيمنا في ثقافتنا الإسلامية إذا كان هو يعرف أنه من خلال القمار هذا يمش يوصل أنه يعمل ثروة ولا مش يربع فلوس تولي هالقيم هذه قيمة العمل وقيمة الدراسة وقيمة العلم ما عادش موجودة ولا التآذر يقول لي ما عادش القيمة فيها الكل ما عادش موجودة يقول لي الغاية تبرر الوسيلة ما هموش كيفاش حتى كما يلقاش كيفاش وشي قمر يمشي يسرق وفما أطفال وفما ديزادوا لسون سرقوا أماتهم سرقوا أباتهم مش مية ومش متين ملايين ملايين سرقوا أولياءهم ملايين كالصوة بشي أعطيو الأصحاب بميقمر ولي بشهو ما يقمروا بهم فمتني دونك ويني قيمة العلم هنا ويني قيمة العمل ولي قيمة النظرة إلى المستقبل بناء مجتمع سليم ولا بناء سليمة ما فم يعني كالنظرة متعبش لازمني نقرأ وننجح وناخذش هاتي من بعد نمشي نخدم ومن بعد نعمل حياتي ونعمل عائلة يعني هذو ما للقيام اللي عنا والتربينا عليه هذي الكل تتمس وإذي كانت مست عند صغيرة ثلاثة عشر عشرين شوف غضوها شو ما مش نلقاوه في المجتمع بتاعنا شنوها المجتمعنا على شنو نكون مش يتبناء وشنية قيم اللي مش تحديوها كيما قلنا دي جال هنا الأولياء راهم ممسوسين هنا من من برقش إلا القليل القليل من برقش هنا الأولياء في حد ذاتهم راهم ممسوسين بالآفه فيها متع القمار اي صحيح باء الإقمار معناية كيما قلنا يمس شخصية الإنسان ويمس القيمة بتاعه من بعد عنده مضاعفات حتى في المستقبل على شخصية الإنسان معناها ينجم باريكزامبل إذا كانت جاي خسارات متتالية ينجم يعمل ردة فعل تبدأ خايبة برشا أكيد جدا يعمل ردة فعل أول حاجة العنف الإنسان كي ما يقبلش فمدني وإذا كان ما يقبلش الخسارة هذيك وما كانت لوش رادعة قلت يا أنا خسرت أي البابة ذايا نسكره وخلنا نشد أثنية صحيحة لا يزم يلوج الفلوس إذا كان يلوج الفلوس مانيش نقول بطريقة شرحية مش يطلب هو مش يطلب من فلان ومن فلان ومن فلان ومن فلان سواء من الأصحاب ولا من الأقارب ولا من العائلة من العائلة وإذا كان من القارش مش يولي يتعنف إذا كان من قارش عند أمه ومعن تبوه مش يتعنف مش يطلب منهم أنهم يبيعوا فمش يكون طلب من أولياء من أبوه ومن أمه أنه بش يبيع أرض ولا بش يبيع دار ولا بش يبيع كره بش يقمر به ولا وإذا كان ما يلقاش يتعنف يعنف يعنف فما حتشكون يعنف مرته وصغره يعنف 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 بش تحصل على الحاجة اللي هو يحب عليها معنى يحب يخذها بالقوة يولي يعنى هذا ما ينجم يكون كان اضطراب عقلي أكيد اللي حكينا عليها تتطور تولي توصل للشخصية الانحرافية شخصية الانحرافية الولي كيف يعمل الالاكت منتع العنف متاعه ويضرب ولا يوصل حتى للقتل في باب الأحيان ما يحسش حتى حساس بالذب معنى وفمشكون حتى يوصل الاكتئاب لأحد ذاك من المفروغ منه وإذا كان مش يخسر مش يكتئب ولكن الاكتئاب ذاك ما موش مش يوضر عليه إلا في معناها مش يكون هو مكتئب لك في حالة هيجاء مع الأسف معنا به هوني قلنا مش نحكيه على العلاج والصيذ ظهر لي معناها أنا تو حسب ما نحكيه السؤالة اللي مش نطرحولك نقول لك هل أنه المدمن على القمار ينجم يبرى من الادمان هذا هو إذا كان في الحالات كمنها كايا نقوله إذا كان ما فيما وعي بخطورة الادمان هدايا راهه صعيب أنه الإنسان يبرى منه يجب التدخل برش أطراف أول حاجة الشخص في حب ذاته يوعي أنه الشيء هذيك أو الحاجة ينمي في نفسه الوازع الديني وإذا كان مش وازع الديني الوازع الأخلاقي مش وازع أخلاقي ووازع أجتماعي ينمي في نفسه هال الوازع هذي ويقولت يا أنا شو ربحت منه نجم كن ولا شو أخسرت منه خسرت منه دراستي خسرت منه العملي خسرت منه الثروة خسرت منه مرتي صغاري هذي كل برشة خسارة برشة خسارة معانا تنجم أنت تربح مرة وتخسر برشة والخسران والربح ما هوش فلوس خاطر ما تنجمش أنت تقيم تربية أولادك وإلا دراستهم وإلا عيشتك حياتك الزوجية ولا حياتك العملية مجرد من المليمات ربحتهم حتى ملايين ربحتهم الإنسان ما يتقدرش وتوازنه العقلي والنفسي ما يتقدرش بفلوس ما تقدروش التوازن العقلي والنفسي والاجتماعي بالفلوس راهو ما يتقدرش أمشي أخدم خوض خمسمية دينار مش تقول له بره أخدم خوض خمسمية دينار يقول لك محسوب شوش يعملولي مزيونيش أنا دخاني وقهوتي معناها كي تحكي مع جان يقول لك هكا يقول لك كايس وانا نحكي مع جان في العيادة النفسية يقول لي أنا مصروفي مليون ربعمائم يكفيونيش أنا ودوق إذا كان أنت مليون ربعمائم اليوم يعيش عائلة واتقلموا البو يخدموا ما يخلطوا لهم مش أنت مليون ربعمائم معنا متعايشكش مصروفك شخصي شخصي كل كنا سنا مشريتش سرواء مليون ربعمائة ايش تعمل بهم معناها شوف نافقات متعه شنية وفاش مليون ربعمائم معناها هذي اللي هو النهار آخر يحب يعمل عائلة ويزوج ويعمل صغيرة قد يش يزم يكون شهرية متعه إذا كان يش مليون ربعمائم معناها هنا بشي تلز بالحق لأنه بشي بشي قام شفت القيم معناها القيم ولاد قيمة مادية فقط يخمم كل شي يرجع ذاته يزم هون يلبي رغباته وبعد جي العائلة وبعد جي المجتمع وهنا يجي الانسياق شخصيا الانسياق كل ما هو محرمات يزم أهم حاجة هو يكون عنده فلوس وكهو حتى كي يشتخد معها وصنع العيادة النفسية ما تنجمش تلقى معها حل حتى كيبدأ هو ويعي يجي هو بعدها بإيراته يحكي معاه هو ما يجيش بإيراته لما حعله فما يكون جاب الأولياء متاعه لكن فما مقتنع لي هو يعمل في حاجة صحيحة يعرف لي هو يعمل في حاجة غالطة ما فمااش حل آخر هذك هو الحل بالنسبة لي هو تقول له امشي هوا هذي صحيحة مع الأسف هنا تعطيها مضادة الاكتئاب أو مضادة القلق أو كذا إذا كان هو ما هوش مقتنع زيد معناها هنا ما نقول لكش الأم معناها تلقى الأم البو مشاهل عليهم معناها أسوياء لكن دأثير المجتمع وإلا ساعات نغلطوا حتى ينجم الأولياء يكونوا أسوياء لكن يقول لك كيف ندادوا أصحابه وهنا الغلطة وي كيف ندادوا أصحابه يخينا مش نسكروا معناها مش نسكروا عليه في الدار يا أخي كذا وكذا مو يرزم باش يسهر مو يرزم باش يعمل الأكل هي لي مو يرزم وانتي حليت له شوية أه أحنا مش نقولوا نسكرهم ونحطهم في الدار أما وقتا لي أنت سيبت وشنو عطيتو ما تسيبش برشا وما تكبسش برشا كل حاجة عند الحدود كل حاجة عند الحدود معنى أستاذ هوني إذا كان جاي الإنسان يحب يتعالج وهو ما هوش مقتنع ومش ويعي زيد معناها راه العلاج يصعب يصعب أنتي لازم كفايا بروحك اللي طريق هذي راهو ما بشي وصل فما ناس وصلت للحبس وفي الحبس عملوا عصابات وخرجوا ونفذوا في المخططات معناها وشنو آخر عشنو مش إنسان كيف من عاشنا مش يسايب شيكات وتشد ومن عاش شنو لما حال ما عاش يشد وعش في نفس نحكي على حكاية تقدم صارت ما قلت لك يدخل يخطط في السجن ويخرج ينفر به نكمل ونحكي مع العلاج العلاج وشو مش تحكي معناه إذا كان معناه هوني سؤالي إذا كان هو جاي واعي وعارف اللي هو عنده مشكلة وكل شي ينجم يبرام الإدمان هيدا هو الضغط اللي يتمارس وخاصة المحيط العائلي مهم دور العائلة دي ما راه مهم جدا وكي يبدأ كبير كهل الأب الأم الأخوات كي يبدأ معرس أم صغر كي يبدأ معرس مرتو توربا لياه بخاطر شو برش رب يبارك فيهم يقفوا مع رجالهم وتقول له كان أصبرت معه وعطيت وسديت معناه سددت له ديون متاعه لكن هو ديما يعاو 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 معناه يلزها باش تمشي تطلق باش تبعد نشرير لتليفون سمارتفون هذيك اللي الناس لكل قاعدة تدور به مين عمر ضد سبا أنا ضد سبا حتى لين عمر حتى ستاش سبعتاش سنة ثمانتاش سنة أثبت الواقع أنه حتى في العمر هذيك هو خطير وحتى في العمر هذيك خطير ستاش سبعتاش ثمانتاش إيان كور علش عجل مهما درجة الحماية اللي قدمتها صغيرك مش تكون مهمة راهي ما هيش كافية قدام اللي بغتي اللي موجودة في الانتغنات انا نعيب على المنظومات التربوية أني كل شي ولا تتعدى على الفيسبوك وكل شي تتعدى على البلاتفور مم ما نعرش أنا مخي ما نجمش يستوعب كيفاش استاذ يتواصل هو وتلام ذا بتاعه على الفيسبوك مم ما نيش ضد التكنولوجيا لكن يجزبنا يجزبنا نعرف ونقنوها وننظمها وكي نستعملو فما دي بلاتفور ما قال لي نجم تستعملها وطوط لكن مش تقول لي فيسبوك ونعملو جروب على الفيسبوك ونخدمو را كانت يشجعتو أنو يدخل في مجالات أخرى ما نيش نعيب عليهم أنا راهو آما كي تقول لي تقول لي المشي سمعني يقول كيفاش تقول انتي كذا كذا تحنا أولادنا يقرأوا في البريمير ويقرأوا على بلاتفور وبلاتفور فما كونكسيون واي 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 أوكي شنو ما بوتات نهراخ نحكيه على الحاجات كن هذه شنو ما المظار والمنافع متع كل ما هو كونكسيون فمت انتي كتقول لي بلاتفور ولا مش يخدم الكيكزرسيس على بلاتفور مش نحكي شوي هنا معناها عشواء ملتيبل ومنعش شنو تيوه مزيل مزيل يحتاج بيششد ستيلو ويكتف الكراسة مزيل محتاج بيش يقرأ في كتاب هنا رانا قاعدين نحطموا في حاجة اسمها نمو ذهني وبرشة حالاتها وانا قاعدنا يجيوني في العيادة النفسية برشة برشة أطفال ولا ديزادوليسان يجيوني من مؤسسات كيف منكاي اللي تعتمد سوديسان لكن قاعدين رانا نظروا فيهم من ناحية أخرى راهو الصغير قاعد النمو بتاعه والذهني والعاطفي والنفسي والتربوي واللي تحب الكل يصير مليته لت حتى عمرو ثمانتاشا عشرين سنة تقول لي انتي بلاتفاغ وعلى جال فما كورونا وباش عندك الحق اما ما يزناش ننساو انه الاستاذ والمعلم والستيلو والتباشير والكراسة والكتاب راهو مهمية في العملية التربوية وفي استيعاب المعلومة خلنا في موضوع آخر مش هذي المهم اما هنا نحكيه على الكنيكسون قتلي وقتاش انا ماذبية ما نعطيش انتي اضطريت كما قلت لك انا تليفون التليفون ما نيش فيش نقول لي باش انتي تطمين على ولدك اما بجاه ربي الكنيكسون اه الوات اترك كونترولي ام كما اتوا مش نرجع لك كما قلت قبل انتي الولي يقول لك من نجم شانا ما نعطيهوش تليفون في عمر تلتاش اربعتاش سنة مثلا اصحابه الكل يقول لهم ما راني يراهم عندهم تليفون كيش تتصرف معه وقتا انا نعرف كيفاش نحكي مع والدي ومع بنتي ونفهم وعليش وكيفاش يقتنعهم فما حتى مشكلة وهذا مجرب وما فما حتى مشكل واطفال هذو ما راهم متميزين في القراءة ما اثروش على مستوى هم دراس اي اذيك فرصة ليهم يشدوا كتاب ويشدوا كراسة ويشدوا القصة سواء بفرنسية والعربية والانجليزية ومستوياتهم تحسنت ونحكي ديما في العيادة النفسية انا اثبتت التجربة انه الصغير اللي هو غير قادر انه ينحي بالوحده نلتجأ مع الاولياء نقول نحيله انتي احنا ما نحيله ديما نمشي بالمبدأ ماناش نحيله لكن انتي اذا كان والي تمد من وغير قادر على انك تنحي هالبرتابل وقت القرية ولا في ساعات معينة وانك عين في البرتابل ولا عين في الورداتور وعين في القرية راه لانتغ في غنس دعنا تداخل المعلومة ميش مش تخلي المعلومتك صعفية متنجمش تقدم مستوي علمي جيد متنجمش تستوعب دوك هذك يزمو تحط اكوتي وقت اللي ماننجمش نحيه وقت اللي نحيه بقينا نتاج طيبة صحيح كل شيء مربوط ببعضه بالنسبة للمحيط اللي عنده تأثير المحيط متاع الصغير اللي عنده تأثير عليه يراه هو معناها صحابه يلعبه ولا يقمره ولا عندهم تليفونات وغيره الولي زيدا كيفش نجم يحمي صغيره من الانتغاج التربية مقدمة انتي صغيرك عمرك متعبيه عاطفيا بالفلوس ولا بكونيكسيون ولا بورتابل ولا بايباد ولا بحويج ولا بسبيدري هذك نجم اقول لك ما فماش توي الا القليل القليل هو محروم لكن اغلبية المجتمع التونسي عنده الكفاف كما نقوله احنا فهمت واهم حاجة في العملية التربوية هو استعدادك ووجودك وديسبوني بيليتي متاعك مع ولدك في الدار في المدرسة في مراقبته حتى خلال اليوم شو عملت وين مشيت وين جيت شو كليت كسيتغا كسيتغا المتباتل لخصوصية الطفل وخصوصية المراهق هذي الكل من نجم يكون كان تعبير على حبك لك الطفل هذك مقدمة انت تعبره في ايطار الاحترام هذي على حبك هذي مقدمة هو مش يتبعك حتى كمش يعمل زلة ومبعد يجي يحكي ويقول هلك ويكون مقتنع حتى بين اصحاب ويكون هو الوحيد راه ويكون مقتنع عجل فما علاقة ثقة بينك وبينه وتحكي ومبعثكم وفهمين بعثكم وفهمون برشا اولياء يعطيهم الصحة قادرين انهم يقوم بالدور هذي والولدات تمتحهم ما شاء الله متميزين على جميع المستويات به هذو ما للنسائح اللي ان جنرال للنجم قدمهم اللي يمكن عندك نسيحة اخرى تحب تتواجه بها خاصة الاولياء اللي قاعدين هذا هو أنا خوفي خوفي شديد على مجتمع تونسي بصفة عام اراهو اللي هو وصل وقراه واخذاش هذا يقول لك البلاد هذه مع تصل حد شي ومرجمش نعيش فيها الناس كل تخم باش تخرج لخارج ولي هو مزال في العملية تربوية مزال وظهار معناها المخاخم متاعهم كما نقول مشوشة بكل ما هو كونيكسيون كل ما هو جو كسو سواء بالفلوس ولا بلايش بالقمار ولا بلايش خوفي كل الخوف على المجتمع التونسي بصراحة من الانهيار دوك نحكيه عالسياسة نحكيه عالاقتصاد وهذا هذا وباء قاعد ينخر في كيف شكو قلوها في المفاصل المجتمع التونسي هلية دور كبير العائلة دور كبير كبير ياسر دور العائلة المدرسة اللي تويكة العملية تربوية صعبة وعملية تعليمية صعبة وعلى جال المربي يجي بشي ربي نقولهم ولي نجم يجي الولي وانا ما تمسليش والدي وما ننش ندعي للضرب هنا فما حتى المعالمين ولا الساذة يجيوا وحكيهم على أولياء فما أولياء ما يقبلوش وقال لك شي همك فيه ما عندكش حق باش تكلمه هكاك وما 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 وقتا الولده ينجم يكون غالط دي كان لكل استاذ ولا المعالم ميساش اسمه اسمه حتى وكان هو اللي باب تخفي والكامل وليه وحده وما ديم وانا ديلك ما ديم فما حاجة ميسال شيق فعليا وطبحها ولي خرجوا أرجع انتي على ولدك قلوا علاشي عملتها كاكا وابرتو ما عندكش الحق معناها هي فرصة لك انتي باش تراجع عملية تربوية متاعك انتي قبل كل شيء وتشوف ولدك بالك بالحق هو غالط غالط انا نأكد لك اللي هو غالط فهمت دوك هذو ما فرص ولا مؤشرات اللي تنجر متفيقنا على رواحنا كيفاش يزمن احنا نتبعوا أولادنا كي ما قلت والكونيكسيون والكنترول والبرانتال والبرتابل والساعة كروز اذيك اللي اللي مالغوز ما معاتش فاما برمانانس صغار كل تخرج البر وي مش تلقى مش تلقى صال دو جو قدامها واللي صال دو جو قاعدين يحلوا باحت المدرس الاحدادية وباحت المعاهد على جذوكم هم كي ما قلوها كليون بوتانسيال بالنسبة لي همومة فاميك المشروع متاحهم ينجح هذك مش يخرج مساعة كروز هو كيف يخرج مليسي يمشي طول فاميك هو سمحني فكرة مش نستعمل كلمة اللي قاعدين يقولو هالي يفسع من القراية ويمشي الفاميك هو وام وابوه يبطو قدام لسي يضرب الجمعة جمعتين ما يدخل يدخل يوريهم اليو ودخل لليسي ويخرج لسال دو جو من في قبي كان يكلم بعد في البلتان هذي وين ما عداش لزيك زامان هذي كل قاعد يصير ما نشي قاعد نجي فيه من عندي دونك وقفة بالحق وقفة اليوم من الناس الكل في الموضوع ذي وغيروا من المواضيع الأخرى نحنا كل مرة قاعدين نطرحوا في موضوع اللي بالحق يمس المجتمع التونسي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يكونوا سمعون عدد كبير اليوم من الأولياء وإن شاء الله المعلومة وصلت لهم نحنا ديما البيوت متاع البرنيمج متاعنا إننا نحاولوا نوعي وحتى كان ولي ربما ما يعرفش حاجة ولا ما هوش ما يخذ مش بتفوتوا أي تفوتوا أي مش ما يخذ الانتباه بالجدية ولا حاجة كي يسمعي نجري يعرف وراهو دقون قول لهم فما برشا أولياء مسيكنات فمش كوني دين راهو يشري بورتابل للويلدو يقول لك خليه يلعب راهو مش اللعب لكله اللعب رد بالكم راهو ترجم تبدأ الحكاية بلعبة بسيطة فما أولياء معناه المتخذ باع لسمارتفون وكل شي وصغرهم في الحكاية هدوما ويمشي هو مسكيني دين مش كوني دين بشي يشري لوليدو عاجتك من الكاية يقول لك نراني حبيت الفرح وحبيتو كما زملائق لكن معناها راهو ذك عندو مظار ودي ما خليك الوقت يمشي بحث قهو ولا يمشي بحث الجيرين ولا يشد من عشان تحسس حيت ويكونكتي هو وخوه ولا هو وصاحبه وأمو في بالها قاتلك ولدي قال لي مش نقرة به اي اي ولا شكرا لك سيد عميد غريري يعطيك صحة على حضرك معنا لليوم مختص في علم النفس هريري والتطبيق راجعيني معكم بعد شوية العشرة غنظفوا مع غالية البرهنية والأخبار الوطنية والعالمية مرحبا بكم